قال الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر إن مرحلة ما بعد داعش ستكون خطيرة جدا إذا لم تلتفت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة للظلم الذي يقع على السنة الخنجر وخلال مقابلة مع وكلة رويترز أكد أن تداعيات دخول الحجد الشعبي إلى مدينة الموصل ستكون كارثية معربا عن خشاته من تكرار نفس المجازر والانتهاكات الخطرة التي ارتكبها الحجد في المدن المستعدة نحن اليوم نتخوف مرة أخرى من تكرار المجازر التي حدثت في مناطق أخرى على أكبر مدينة بعد بغداد أكبر مدينة هي الموصل وأكبر محافظة سنية هي الموصل الموصل اليوم مهددة بالتقسيم الموصل مهددة بعمل مجازر كبرى داخلها التحريض ضد أهل تلعفر اليوم من قبل قادة في الميليشيات موجودة على الإعلام هذا خطير جدا على مستقبل المحافظة ومستقبل العراق أكبر مغذي للإرهاب هو الظلم أكبر ممول للإرهاب هو التهميش أكبر مساعدة ممكن أن تقدمها للإرهاب هو أن تميز بين أبناء شعبك ولذلك نحن نقول أننا يجب أن ننهي هذه السياسات الطائفية